اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتوقف اليوم مع العالم الموسوعي مبتكر علم الاجتماع ومؤسس علم الاجتماع الذي اتبعه كبار علماء الغرب وهو حامل لواء المذهب المالكي من المعدودين في هذا الإطار وله إسهامات فكرية وتجديدية ما زالت موجودة حتى عصرنا الحديث هو الإمام ابن خلدون في مصر أرض المجددين يتمثل محور مشروعه التجديدي في إنشائه لعلم العمران الاجتماع البشري وفي إنشائه لعلم تحليل التاريخ وفي إنشائه لطريقة كتابة السيرة الذاتية التي يستفيد منها الخلق كرحلة في عقل من كتبها كان نقطة فارقة ومنشئة لعدة علوم فرحم الله ابن خلدون برحب بفضيلة العلامة العالم الجليل وسيد دكتور علي جمعة أهلا بكم مولانا أهلا ومرحبا بكم مرحبا صاحب الفضيلة اليوم سنتحدث عن العلامة ابن خلدون لو تحدثنا عن المشروع التجديدي ومشروعه بالتأكيد كله تجديد ولكن مفاتيح هذا المشروع من وجهة نظر فضلتا كانت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ولد عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله تعالى في تونس وتخرج وكان أكبر من علمه ودرس عليه وقر عليه كان أباه ابن خلدون تولد في سنة سبعمية واحد وتلاتين سبعمية واحد وتلاتين ومية تمنمائة وتمانية حصلت حاجة في هذا القرن يعني تذكرنا بما نحن فيه الآن والحمد لله رب العالمين أن يصرف عنا الوباء والبلاء حدث في سنة تسعمية سبعمية تسعة واربعين سبعمية تسعة واربعين ما يسمى بالوباء الأعظم وسعاتي سموه الوباء الأسود الأعظم وسعاتي سموه الطاعون الأسود وذا حصل في حوض البحر المتوسط كله يعني حدث في مصر حدث في تونس حدث في المغرب حدث في إيطاليا وكان سبب هذا الوباء بدأ من الهند جاءت بعض الفئران والفئران تحمل مرض الطعون من المراكب اللي جاية تحمل البضائع لأوروبا من الهند انتشر الوباء بقسوة وبطريقة غيرت التركيب السكانية للمنطقة كلها فكانت هذه علامة فارقة ولما تروح عندنا واحنا بندرس في علم الرجال والتاريخ وكذا ومنجد انه يقولك ومات في هذه السنة ويجيب لك الموتى من العلماء من القواد من المشهورين الكتاب الأدباء فيجيب مثلا عشر في سنة 749 مجلد يعني يقول عنه ابن حجر العسقلاني حاجة غريبة جدا يقول ونقل الميراث في تسعة أبيات في يوم واحد يا خبار ربي يعني الورق كل تسعة بيت عملها تموت واحد يموت فتورسه مراته فتموت في نفس ذات اليوم فيورسها أخوها فيموت في نفس اليوم فتورسه مراته كده احنا بننتقل من عيلة لعيلة 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 على حتة أرض موروسة هي فميراته لما تموت يورسها أبوها فيموت في نفس اليوم بهذا المعرفش أقول عليها ايه قصفة يعني أو مأسوية أو الشدة طبعا ففي سبعمائة تسعة واربعين في الوباء الكبير مات بهم هناك في تولس ابن خالدون اه احنا الكلام اللي احنا بنقوله بتاع ابن حجر في مصر مظبوط ولكن عم العالم وشوف بقى يعني الحمد لله احنا والكورونا وهي جاي بنقول الحمد لله على انه ما هواش كده يعني ما هو بينتقلش الميراث في تسعة أبيات اه أو تسع عائلات في يوم واحد فالأمر ده مات فيه أيضا العلماء اللي كان بيدرس عليهم عندنا كم سنة دلوقتي احنا عندنا 17-18 سنة ابن خالدون فاشتغل بالمناصب بقى لا روحكوا لعيش بقى مهما فيش علم خلاص الحكاية أفلت والعلماء ماتوا كثير منهم وحدث يعني نوع من أنواع الشعور بالغربة والوحدة وكذا إلى آخره فراح اشتغل في في الدواوين وكذا وبعدين انتقل ابتدى بقى يعني تمشي الفترة الوباء دي والأوباء عادة ما تكملش ثلاث سنين يعني ثلاث سنين وتنتهي فربنا يصرف عنا وباء كورونا دا وملحقاته وان شاء الله احنا في السنة التالتة فنأمل في وجه ربنا انه ينتهي ويرفع عن العالم ان شاء الله على ما جرت عليه سنن الله الكونيه اللي فراح ابتدى بقى يروح المغرب ويدرس وابتدى يروح الاندلس ويدرس وفي كل دا اظهر ذكاء كبيرا زهن متقد محلل زهن من النوع اللي بيمسك الحاجة يحللها كده ويشوف اسبابها ونتائجها وعلاقتها مع الاشياء الاخرى وهكذا الراح واتصل بقى بالحكام وتولى مناصب كتيرة واستشارات وكذا الاخرى وبعدين اراد ان ينسالخ من السياسة السياسة ساعات بتبقى ليها نفسية معينة اذا ما كنتش عندك النفسية دي ام تدائق منها ما تعرفش تكمل فحاول انه هو ينسحب من الامور السياسية ويركز فيه الامور العلمية ابن خلدون قال للسلطان انا عايز اروح احج طبعا دي كلمة ما يقدرش السلطان انه هو يعني يرهب على عدمها وكذا لانها متعلقة بركن من اركان الديان واجه مصر ونزل الاسكندرية وابتدى يتعلم على علماء مصر وابتدى الناس لما تسمعوا يلتف حوله الشباب لانه كان عنده قدرة كبيرة في تبسيط العبارة وفي شرحها وفي التعمق فيها فالشباب يحب كده علشان يفهم لانه بيوفر عليه كثير من السنين قام مشروع ابن خلدون اساسا حول التدريس فهو قام بالتدريس قياما جيدا ولما جيه مصر جيه لوحده رايح الحج وبعد كده استدعى اهله زوجته اولاده فغرق في السفينة قرب الاسكندرية قبل ما يدخلوا المياه بتاعتنا لكن يعني على ما همش هناك ده كانت هنا وحصلت عاصفة وكده فغرقت السفينة بمن فيها وافتقد اهله وقبل كده افتقد ابوه وامه في الطعون وافتقد مرة تانية اهله هنا ولما نزل القاهرة سحرته هذه المدينة يعني مدينة ساحرة في عبقها في معاملة اهلها وزحامهم وصحرهم بالليل يعني ايه منياب بن خلدون ومنياب بن بطوطة وكل ده واصفوا المدينة دي بانها زحمة وانهم بيشتغلوا بالليل يعني صهرانين صهرانين بالليل فنازل عند المقريزي المقريزي استضافه في بيته وهو فقد طبعا زوجته واولاده وكذا الاخرية يعني براسه يعني لوحوه ابن خلدون اهتم نمرة واحد بالتدريس ونمرة اتنين بتوليد العلوم ايضا يبقى المشروع بتاعه التجديدي تمثل في هذا ايه بقى تجديد العلوم جاب لنا ايه بقى جديد علم العمران وسماه هو الاجتماع وساعات يقول الاجتماع البشري بعد كده لما جينا نترجم العبارات الانجليزية وكده لقينا ان كلمة علم الاجتماع ابن خلدون هو اول من استعملها للكلام على قوانين وقواعد الاجتماع البشري هو يقول عن نفسه انه لم يتعرض لذلك احد من الخليقة اول واحد على وجه الارض اول واحد على وجه الارض يتكلم في قوانين الاجتماع البشري واضح المحنة التي تعرض لها المحنة بالتعاون كانت مؤثرة بالتالي هو انا ارى يعني ان الذي كان مؤثر اكثر هو تركبته العقلي انه محلل ولذلك لما الف ديوان المبتدأ والعبر في ديوان المبتدأ والخبر وهو اكتف في التاريخ عمل له مقدمة المقدمة دي ما زالت تدرس في بعض محاضر الاكاديميات الى يومنا هذا تكلم فيها كمقدمة لكل شيء لكل العلوم وفي المقدمة دي تلخيص لمنهجه ومشروعه الاجتماعي طب انا استعزم فضلتك يعني نعرف ملامح المقدمة بما انها بتلخص المشروع التجديدي اللي بنخلدون في الفاصل التاني ان شاء الله ان شاء الله اشكر فضلتك ارجوكم خليكم معنا وسط العديد من مقابر السعداء دفن ابن خلدون وان كان لم يوضع اسمه على اي من المقابر الموجودة بالمنطقة لكن بعض المؤرخين اكدوا وجوده وسط هذه المقابر للصوفيين فهذا العالم الجليل الذي عاش حياته من اجل العلم واسس علم الاجتماع رغم انه ولد في تونس الا انه اراد ان يدفن في مصر وبالتحديد في القاهرة التي عاش بها اواخر حياته من شدة تعلقه وحبه لها وعلى الجانب الاخر يمكننا رؤية مسجد الحاكم بامر الله بعد ان تدخل من بوابة باب النصر العتيقة لتأخذك معها الى عالم مليء بالتاريخ والحكايات التي لم تمحها الاف السنين رحب مرة اخرى بفضيلة العالم الجليل السيد دكتور عليكم اهلا بكم اهلا وسهلا بكم فضول دكتور مقدمة ابن خلدون كيف لخصت هذا المشروع التجديم بتقول للناس لابد عليكم من الاهتمام بالعلم وان كل علم له مدخل ومفتاح وانكم تقرؤون مفتاح ذلك العلم في هذا الكتاب يعني كأنه كتاب يعلم بدايات العلوم هذه هي المقدمة قضية الثانية توليد علم اسمه علم العمران والاجتماع البشر صحيح القضية الثالثة هي انشاء منهج لم يكن موجودا من قبل وتطبيقه عمليا في التاريخ اسمه المنهج التحليلي فاذا هو ولد علما وانشأ منهجا ادي ده المشروع التجديدي بتاعه لما انشأ هذا المنهج منهج تحليلي منهج بيقرأ التاريخ لكن مش قراءة سردية سنتكذا حصل كذا وبعد انسان لا قراءة تحليلي بمعنى هذا الحدث الذي حدث كيف يتوائم مع حدث آخر يمكن أن يتوائم عندما يكون هناك شيء في الخفاء لن ندركه هذا الشيء الذي في الخفاء الذي لا ندركه ما هو ويبدأ يستنبط ويستخرج من الأحداث وجريانها وتوافقها فهما جديدا لا يفهمه من قرأ سرد من قرأ سرد خلاص ياخد باله من الحدث ده ومن الحدث ده لكن ما يعرفش يربط بينهم ما يعرفش إيه اللي وراهم ما يعرفش إيه اللي هينتج عن هذا لكن المنهج التحليلي وصل بنا في تطوره وتعمقه إلى أن احنا ممكن نقول وعلى ذلك فهذا الحدث لا يمكن أن يكون قد حدث ده فيه كذب هنا يبقى وصلنا إلى ما يسمونه بالدراية مش فقط رواية لا ده احنا كمان بنعرف نقبل ونرفض ونقول أنه ده استحيل يحصل بالكلام ده يبقى فيه أساس علمي يبقى ده ده عملية كونت علم وكونت منهج القضية الثالثة التي يعني أنتجها ابن خلدون هي السيرة الزاتية فالسيرة الزاتية هو ألف عن نفسه سيرة ذاتية ده بنسميها بقى رحلة في عقل فلان مش بيقول الأحداث ده بيقول اللي جواه كان إيه إيه اللي خلاه يعمل كده إيه اللي خلاه يسيب العلم ويدخل في الإدارة إيه اللي خلاه يسيب الإدارة ويدخل في العلم إيه اللي خلاه يسيب البلاد دي ويروح للبلد دي إيه اللي خلاه يهتم بهذا الفكر أو كيف يخطر في باله قضية منهج التحليل أو كيف يخطر في باله قضية توليد علم العمران والاجتماع البشري واضح إن كان ليه تأثير مش بس على مجتمع أو يعني علماء عصر ولكن كمان على علماء الغرب تشوف مثلا جان جاك روسو في فرنسا إيمانويل كونت مثلا بيتأثروا بيعلماء كثير وسواء في الفلسفة سواء في الاجتماع البشري أو المالكماع بعد كده فشايف حركة إزاي مدى أو سبب يعني اتزاع مدى تأثيره بهذا الشكل في كتب في التاريخ الإسلامي والعربي أثرت تأثيرا بريغا مباشرا معترفا به من الشرق والغرب في الغرب منها القانون لابن سينة مثلا ترجم إلى كل اللغات تقريبا ومنها مقدمة لابن خلدون وتأثر بها جدا كانت تأثر بها جان جاك روسو الفرنسي أيضا وجان جاك روسو كان علامة برضو فارقة في التربية الاستقلالية وفي عصر التنوير لكن هو تأثر ومباشرة وباعتراف بابن خلدون ابن خلدون له تأثير ومشروعه التجديدي مشروع ما زال إلى الآن يمكن جعله ضمن عناصر مشروع تجديدنا حول موقفه من التراث موقف التحليلي اللي هيؤدي بنا إلى أخذ المناهج موقف التوليد اللي هيؤدي بنا إلى زيادة هذه المناهج بما يناسب العصر منها إدراك الواقع منها قضية المنهجية والمعرفية والنموذج المعرفي اللي هو كان أبدع ما يكون عند ابن خلدون واضح إن أيضا كان متفق عليه حتى ما بين جمهارة علماء أو أعلام الأزهر الشريف في عصره دايما كان بيلتقي بيهم زي ما أرينا في الأزهر الشريف في مناسبات عدة وكانوا منفتحين على العلوم الكتير اللي هو كان بيتقنها ابن خلدون كان هناك ما أنا بقولك المقريزي وهو مؤرخ المصر خده في بيته لأنه قال له لا ده حاجة بقى إيه ده ما يتسبش وأجلسه في بيتي ضيفا هو ابن خلدون في طائفتين تعامل معه طائفة تعترف بفضله وتنجذب إليه انجذابا شديدا يحدث غيرة عند بعضهم لما العلماء والشباب وكذا إلى آخر يلتفوا حواليه أم سعاد في ناس بتنافس آه أم يبقى يحاولوا إنهم يسوأوا العلاقة بينه وبين السلطان عشان يصرفوا الناس عنه يعني آه يصرفوا الناس عنه وكذا إلى آخر في جانب آخر مهم في ابن خلدون وهو أنه كان يعني جريئا آه يعني كان يعني ما يقتنع به يقوله بغض النظر بقى عن إن الناس هتبقى معاه ولا مش هتبقى معاه دي قضية فعمل الحاجات دي هي فلاقى معارضة ولاقى تأييدا أتذكر مثلا من المسائل حديث المهدي الوالدة في السنة أنكرها وضعفها كلها ورد عليه العلماء بأنك أنت بتضعف إدوان وعن عشرين صحابي وألف الشيخ أحمد ابن الصديق كتابا أسماه إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون يعني عايز يبرز الوهم كتاب كبير طبعه في مصر إذن فهو بيلقى معارضة من أجل أنه بيتمثل بما وتوصل إليه من رأي أو من علم برك الله فيكم فضلات الدكتور شكرين لفضلاتكم أهلا وسهلا شكرا جزيلا مرحبا شكرا موصول لحضراتكم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة تعمد إهانة الزوجة والتقليل من شأنها سواء أكان ذلك في البيت أو أمام الناس لا يجوز أن تتعمد إهانة زوجتك والتقليل من شأنها ولا يجوز أن تضربها خاصة في المجتمعات التي من ثقافتها هذا يجب أن يكون التعامل بين الرجل والمرأة على مستوى راق كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرحمة والود والحبيمية بين الزوجين تقول الله فإن خيركم خيركم لأهله اللهم يا ربنا علمك بحالنا يغني عن سؤالنا وأنت تعلم إلى ما آلت إليه الأمور فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وثبت الإيمان في قلوبنا وحببه لنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل قلبي من القلوب السليمة إلا من أتى الله بقلب سليم بعض الدعم تبوض المستقبل أليسا-يقانو للعصول إلى القلب من الكم